مثلاً في أمريكا أكثر عبادي استعملوا قانون نفذ المعلومة الأمريكي هما سجناء والسباب بسيط أنهم يحبوا يحاولوا يلوجوا على وثائق ولا التشجيلات صوتية ولا التشجيلات متاع كاميراة تشيرفاييونس تليقوش فيها أدلة على براءتهم وهذا مثلاً بين الأسباب اللي قانون نفذ المعلومة يسمح أنه يتحصوا عن نفذ المعلومة بشكل سريع ساعات مثلاً كما في القانون نفذ المعلومة التونسي جديد يقول أنه إذا كان المسألة متعلقة بحرية شخص يجب الجواب يكون فيه نهاري وبطبيعة يجب يكون بليش فلوس مثلاً في الهند فما مواطن حاب يشوف الدولة قاعدة تصرف مليح في الميزانية متاع التربية ولا لا وقل استعمل قاون نفذ المعلومة تحصل على معطيات تثبت أنه 80% من الميزانية متاع 8500 مدرسة ما هوش قاعدة تتصرف فيه بطريقة باهية واللي هو كي النجم يمشي في المصلحة العامة مثلاً في إحدى دول أفريقيا الجنوب الصحراء فما مجموعة من ناس حبوا يجبروا الدولة أن يتخلص الدويات المتعلقة بالسيدة على المواطنين المرضى وقت قد مقاضية الدولة قد ما عنديش الإمكانيات واللي هو استعملوا حق نفذ المعلومة بيش تحصلوا على معطيات تثبت سوء تصرف في الميزانية متاع الصحة وأثبتوا أنه إذا كانت دولة تولي تتصرف مليحة في الميزانية متاع الصحة تنجم تفضل الفلوس تخليها يخلصوا بها الدواء متاع العباد المرضى هذيما عودوا قدموا قضية مرة أخرى وأثبتوا أن الدولة بإمكانها أن يتخلص وربحوا القضية ومن وقتها والدة الدولة هذية تصرف على العباد المرضى بالسيدة وتخلص لهم الدواء متاعهم اشتركوا في القناة